أنا أعطيك مثال في غاية الجمال جميل للنبي صلواته ربي و سلامه عليه النبي صلواته ربي و سلامه عليه سأل عائشة أو وجه الحديث لعائشة و قال لها إني لأعلم يا عائشة متى تكونين عني راضية و متى تكونين علي غضبا قالت و كيف يا رسول الله قال عندما تكونين عني راضية تقولين و رب محمد و إذا كنت علي غضبا تقولين و رب إبراحي قالت أيوة الله ما أهجر إلا اسمك و في الموقف الجميل هذا خلينا نقرأ قراءة مختلفة أولا فيه فهم للمشاعر يقول النبي إني لأعلم متى تكونين عني راضية و متى تكونين علي غضبا و جزء أصيل و ركن ركين من أركان الذكاء العاطفي أن نفهم مشاعر الطرف الآخر النبي يسمع الكلمات و يقرأ ما وراء الكلمات من مشاعر الله و هذا هو الجمال هذا هو الجمال طيب تعال شوف ردة الفعل الرائعة من عائشة أيوة الله ما أهجر إلا اسمك يعني إذا كانت غاضبة لا تسمح للغضب رضي الله عنها و أرضاها باحتلال جسدها فقط تهجر الإسم و بدلا من أن تقول و ربه محمد تقول و ربه إيش و ربه إبراهيم لأنه عندها نبي مرسل يستطيع أن يفهم ماذا ما هي المشاعر التي تشعر وهذا يسمى العتاب اللطيف جميل جميل هل أنه يمكن لو تزعلها تنيمك خارج البيت هذا المراهن هذا المشكلة هذه المشكلة دكتور مشكلة أن الزوج ما يبغى يا أنه ما يبغى أو ما يفهم زوجته أو العكس الزوجة ما تفهم زوجته أو ما تبغى تفهمه و هذه يعني بداية العلاقات المنفرة لا لا جدا مهم و أنا والله أنا ألفت عناية المشاهدين و المشاهدات في جميع الأسر وأقول لهم أنت كيف تفهم الطرق الآخر أساسيات بسيطة أولا استمع له بغرض فهمه و ليس بغرض التقاط عثاراته ليش لأن الكلمات التي تقال تخفي خلفها إيش مشاعر فأنت لما تستمع للكلمات بهدف الفهم ستعرف ما هي المشاعر التي تختبئ خلف هذه المشاعر خلف هذه الكلمات هذه نقطة النقطة الثانية خليك متواصل بصري و أنت تتحدث تواصل معه بصريا ليش تتواصل معه بصريا ليش تتواصل معه علشان تكتشف لغة جسد وهذه طيب ممكن أنت تتكلم مع ولدك و تلقى إيش يفرقع صوابيعه و زيكا إيه متوتر 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 فمهم جدا أنك تشوف لغة الجسد و تعبيرات الوجه و تستمع للكلمات بغرض الفهم و ليس بغرض التقاط العثارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر